نروح للدكتور من الرياض والدكتور أسامة نايمي استشارت طب النفسي للتحدث أكثر عن الفوبيا دكتور أسامة صباح الخير صباح تلاب الخير صباح الخير مروح صباح الخير عمر تول حين نور البرنامج يا عمر عادل عادل طال عمرك ليه حينما موجود ولا تابيني أطلع بطلع ليه مو العربة لازم تصير عربية ايه اه اوكي يلا حيني زين أنا عندي خوف من مروح هل هو خوف ولا خوف ولا خوف ولا شنو هو احنا راح نسوي هاشتاق لمجموعة الناس اللي تخاف من مروح اه 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 انا شريرة يعني يا دكتور حرام عليك الله يسامحك دكتور أسامة يعني أنا حابة أسألك سؤال مهم كل الناس وكل البشر بيخاف عندهم شعور بالخوف وده شيء طبيعي امتى بتحول لمرض نفسه امتى بيكون فوبيا سؤال لطيف وكل الناس تخاف بعض المخاف تكون موجودة أصلا في داخلنا كجزء من تركيباتنا الجينية وتجاربنا السابقة وبعض الأحيان يتحول الخوف إلى فوبيا الفوبيا تكون الخوف عام جدا كبير جدا مؤذي جدا بحيث انه يخليك لا تستطيع التفكير بشيء آخر يؤثر على عملك على حياتك على أداء وظائفك على كونك امرأة وبنفس الوقت أنت تدركي أن هذا الخوف ليس الخوف الشديد جدا أو مسبب الخوف ليس المسبب الكبير جدا ممكن يؤثر على حياتك وأنت تاخذي كل الاحتياطات اللازمة للتخلص من هذا الخوف لكن يظل كمية المشاعر أو انجراف المشاعر أو نسميه الفلودينغ اللي يصير الإغراق اللي يصير من المشاعر يكون أكبر بكثير من مجرد خوف بسيط من شيء ممكن التحكم به دكتور يعني أهالينا قبل أو الأوليين قبل يقولون من خاف سلم فبالتالي الخوف عنصر طبيعي في حياة الإنسان لكن هذا الخوف إذا بقي معنا لفترة طويلة كيف سيتحول هل هنا بالفعل يتحول إلى مرض نعم بالتأكيد يصير مرض عندك ثلاث أسباب لظهور الفوبيا أولا تجربتنا الشخصية وخلينا دايما نركز على مثال واحد ونقيس عليه مثلا إذا دخلت إلى اسم الله عليك إذا دخل أحدهم إلى غرفة ومسك الفيش وتعرض إلى لسعة كهربائية يصير يخاف من الفياش وبعد شوي يصير نوع من التعميم أن الفيش اللي بهذه الغرفة يصير لفياشة اللي يصير من كل الكهربائية يصير من كل الغرف ويتعمم على أشياء أكثر فهذه تجربة شخصية الشيء الثاني هو ما يراه أمامه يعني داخل أنت مع أحد معين إلى نفس الغرفة ويمسك هو الفيش ويتعرض إلى لسعة كهربائية يصير أنت كمان تخاف من هذه الأشياء الشيء يعني نقول مع الأسف الأسوأ هو ما يصلنا من الآخرين اللي هو دير بالك تدخل إلى هذه الغرفة لأنه فلان دخل فيها ومسك الفيش وتعرض إلى كهرباء وأرجوك قيس على هذه بموازات القصص اللي نسمعها من بعض أولياء الأمور اللي يعطوها إلى أطفالهم إلى أبنائهم وبناتهم كنوع من النصاح اللي يعتقدوا أنهم يحمون أطفالهم بيها خلي بالك من الجماعة خلي بالك من الناس دير بالك كذا وطبعا إحنا الأطباء أكثر ناس متضررين لأنه الأهالي يربطوا بيننا وبين الألم فيقولوله للطفل إذا ما تسمع الكلام بوديك للدكتور وبيعطيك إبرة وبيسيخلع لك سنك وبيسوي لك كذا وبيخليك عنده وكل هذا يربي عند الطفل بمرحلة مبكرة بين عمر 3 إلى 7 سنوات خوف من أشياء قد يكون هو ماله دخل بيها طب دكتور أعرفنا أكثر عن أنواع الفوبيا وأكثرها أنت شارم بالنسبة لأي شخص حاجة منتشرة بين الناس هو ما شاء الله أنتو قلتوا بالتقرير أهم الأنواع الموجودة هي طبعا خمس أنواع أهمها هو الخوف من الأشياء التي لا تستطيع السيطرة عليها اللي أنتو قلتوا عنها اللي هو الخوف من المرتفعات طبعا الفكرة الخوف من المرتفعات أنه ما في شيء تمسك فيه عشان تعرف الفرق بين الواقع والخيال السيطرة وعدم السيطرة لذلك الناس اللي يطلعوا في الطيارة يصير عندهم نوعين من الخوف مثل ما قلتوا الخوف من المرتفعات والخوف البقاء في مكانات مغلقة لكن الشيء الأساسي أنه يفقد السيطرة أنه يشعر أنه لا يستطيع أن يغير نتيجة ما يحدث له وهذا واحد من أشد أنواع الخوف طبعا يتبع وراها أشهر أنواع الخوف من الحشرات وهمشي العناكب ثم يجي وراها الخوف من مناطق الأماكن المغلقة طبعا كنوع من القلق اللي هو الفوبيا هي أحد أنواع القلق وفيه نوع من القلق اللي يسموا الرهاب المحدد اللي هو تتخاف من شيء معين أو الخوف الاجتماعي أو الخوف من اللي يسموا رهاب السوق اللي هو من ضمنها الخوف من الماكن المغلقة أو الخوف من الماكن المغلقة طيب دكتور أسامة يعني يقولون مثل ما يقولون يعني في مصر اللي يخاف من العفرية يطلع له هل بالفعل مواجهة الخوف وكسر هذا الحاجز هو علاج ولا ممكن يتفاقم معانا المرض لهو بالضبط هو اللي انت قلت هو صحيح أنه فيه أنواع من العلاجات طبعا إذا تحبوا نتكلم عن العلاجات نوع العلاجات النفسية السلوكية وفيه علاجات الدوائية العلاجات السلوكية النفسية هي نوع أساسيات لكن لها مسميات كثيرة النوع الأول اللي انت قلت عنه اللي هو خذوه فغلوه اللي احنا تعلمنا فيه السباحة خذ ابنك ورميه في بركة السباحة وانتظر عليه لحد ما يطلع من الماء بس ممكن تكون عكسية دكتور ممكن الطفل يغرق في هذا اللحظة وبالتالي يكره السباحة وهذا اللي أنا كنت أقوله مع الأسف أنه هذا سيف ذو حدين أما أنه الولاد خلاص يفقد الخوف من المياه أو لا يتركز عند الخوف من المياه بحيث أنه بالمستقبل حتى دخوله لحمام صغير مشكلة لذلك من الأساسي أنه تعد نفسيا وتفهم أنه أنت موجود حوله أو أنه تضع أحد الكبار ينتظر في بركة السباحة وهذا اللي احنا نسميه الإغلاق اللي هو نوع تعريض الإنسان إلى كمية كبيرة من المشاعر بحيث يصبح عنده نوع من فقدان الحساسية والتخوف هذا واقع ملموس ولكن اللي يخاف من الموت شون بتعال جيد دكتور هذا اللي يخاف من الموت لازم أول شي تشرح لإيش هو الموت ثم تشرح له وجوده في الحياة في كثير ناس مثلا في أعمار معينة أما أنه لما يتعرض إلى تجربة يكون فيها قريب من الموت حاذ السيارة كبيرة أو مرض خطير أو لما يكبر في السن يبدأ يفكر إيش اللي يسوى في حياته يمكن أسهل شي أسهل نصيحة تقدمها لذول الأشخاص أنه تذكرهم أولا أنه الموت هو جزء من الحياة ثانيا أنه ليش خايفين من الموت معظم الناس يخاف من الموت ليس لأنه هو مقصر أو أنه لا يعرف أنه هو الشي اللي سيصير به معظمهم يحس لأنه من عمق المسئولية أنه يترك زوجته يترك أولاده يترك التزاماته ويحس بالتقصير أمام الآخرين أنه سيتركهم ويختفي من الصورة شكرا لك دكتور أسامة النعيمي استشارة طب النفسي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا يعطيك العافية قواك الله